ربما لو نتحدث فقط دكتور على نقطة مهمة في قانون الصحالة وهي قانون العقوبات في حق الأطباء هو أيضا يثير جدلا ويثير لغطا وسط متسبية القطع لأنه ببساطة مشروع القانون يقدمون لمجتمع الجزائري وكأننا مجرمين في انتظار إثبات إجرامنا وهذا أمر غير مقبول من طرفكم غير مقبول أولا على مستوى المعنوي على مستوى النفسي غير مقبول أنه المهني في قطع الصحة لأنه لم يشغل سلك الطبي حتى سلك الشبه الطبي حتى القابلة حتى لأنه يتكلم عن المهني الصحة بسفة عامة يعني أمام هذا المشروع القانون وكأنه فيه قانون جزائي لكل مواطني قانون العقوبات وفيه قانون عقوبة ثاني مخصص إلى مهني الصحة أحب يقول استثناء في استثناء وإحنا بالنسبة لنا هذا أولا غير مقبول كما قلت لك من ناحية المعنوية غير مقبول كذلك لأنه رح يخلق كثير من المشاكل على مستوى العمل تعل هذا السلك الطبي وشبه الطبي ورح يعقد الأمور للمواطن ليطلب الخدمة الصحية لأنه ببساطة يقول لطبيب مثلا جراح ولا في اختصاص آخر ولا حتى طبيب عام يتفدأ أنه يقوم بكثير من الأعمال هي في صلب نشاطته خوفا من المتابعة القضائية يتفدأ أنه يدير عملية جراحية مالف يديرها بصفة عادية ولكن بما أنه الأمور أصبحت هكذا سيطلب كثير من مثلا من الإجزامان كمبليمونتر يعني التشخيصات قال لازم لي نافيتا ميتسا سبيسياليزي كارديولوج ريماتولوج لازم لي بيلون فلاني وهذا الأمر يأخذ وقت طويل يعني أولا المصاريف إضافية لا علاقة لها ولا طائلة منها ومش مبررة ثانيا ورح تكون على عاتق الزمال اجتماعي وعلى عاتق المريض وثانيا رح تعطل على مستوى الترتيب ولا تنظيم ولا برمجة العملية الجراحية ولا الخدمة بصفة عامة وستخلق أزمات كثيرة لأنه ما نشحبين وراء كل عملية جراحية ولا وراء كل استكشاف ولا فحص يلقى بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة الطبيب يلقى روحه أمام القاضي ولا أمام مسألة ولا أجهزة أمنية مرتبطة والأمر مرتبط بالعمل من الانتهاء قالوا لأقبال أيضا جاء في حق الأخطاء الطبية اشتكوا العديد من المرضى أن القطاع الصحة وخاصة المستفiliات الجزائية قمنا بأخطاء طبية عديدة وذلك من خلال ربما شاهدنا في العديد من الأحيان في تقارير رصدها زملائنا من الصحفين وأيضا المراسلين بأخطاء طبية وقعت في حق مرضى اليوم ربما هذا القانون جاء ليرضع كل من يقوم بخطاء طبي وليس ربما بالنسبة لعملية جراحية مثل ما تحدث الآن شوف أولا تبونت ما خلتش كم الفكرة أنه تكلمنا على هذا القانون العقوبات الثاني لمدرج الداخل المشروع القانون هذا مرفوض نفسي في عمان وطالب وهذا موقفنا وطالب بسحب المشروع القانون لأنه ما كانت توافق على مستوى وشايفين أنه ممكن نعود أن نراجعوه مع شركة اجتماعيين بدون إقصاء ونصلح وش لازم يصلح الدخل باش يعاود يولي والكل نافقه مع الأسف لحد الآن ما زال ما فيش تصور على مستوى الحكومة بهذه الطريقة نحن نطالب برفع الإجرام على صفة الإجرام على كيفاش قولوا العمل تعل السلك الطبي ولا الشبه الطبي بصفة عامة ثانيا لما نتكلم على الخطأ الطبي باللغة الفرنسية كان مصطلحين كان باللغة العربية كان الخطأ الطبي ولكن لازم نفصلوا فيه كان خطأ طبي مرتبط بمتعارف عليه عالميا أنه لما ندير عملية جراحية فلانية نسبة أنه يكون فيها تعقيدات ومدونة مسجلة تعقيدات الفلانية تعقيدة الفلانية تعقيدة فلانية حتى حالة وفاة قالوا هالك النسبة في ألف عملية جراحية من هذا النوع ممكن أن يكون نسبة при 2% تعقيد فلاني 0.5% تعقيد فلاني إلى حتى حالة وفاة مسجلة وهذه المدونة على مستوى عالمي والكل يعمل دخلها ولكن الماريض وعائلة الماريض يجب أن يكونوا على علم بهذا الأخطار وهذه التعقيدات. هذه هي العملية الجراحية. ولكن نعلمكم بالنسبة النجاح. هذا الخطأ المقبول والمسمح به ويغطيه القانون. الخطأ النوع الآخر من الأخطأ مثلا. هو أنه طبيب جراح. ما عنده مؤهل لكي يدير عملية جراحية معينة ويقوم بها. هذا خطأ. وهي يتحمل تبعات مسؤوليته. إنسان يقوم بعملية جراحية خارج الاستعجال. في حالة عادية. عملية جراحية وهو شروط العملية ليس متوفرة. لا يوجد أنيستيزيست معه. لا يوجد أنتيكنيسيا. لا يوجد أنيستيزي. لا يوجد أنيستيزي. لا يوجد أن يخدم به. لا يوجد مسلزمات يجب أن يستعملها في العملية الجراحية. وقام بالعملية وكان يقدر ينتظر بكي توفر الشروط. هذا خطأ. يتحمل مسؤوليته. إذا تشوف لي حتى على مستوى هذا الخطأ. وفي غالب الأحيان حاجة ننساوها أن الطبيب كان في القطاع الخاص ولا في القطاع العمومي لما يعمل يدير عملية جراحية ولا يدير كشف ولا يدير فحص معين يدير ركتوسكوبي لا يدير بخلفية أنه يضر المريض أبدا النية أساسها هي مساعدة المريض بمقابل مادي لا يدير في القطاع الخاص ولا يدون مقابل ولكن النية هو أن يساعد المريض ويعالجه وينجح في العملية ويختار يختار ما هو تقدير إعلامي ما هو تقدير سياسي إداري هو تقدير تقني عن طريق خبراء وعن طريق ما يسمى بلجنة متابعة أو لمراقبة تكون على عاتق الأخلاقيات مهنة طب تكون على مستوى كذلك السلك القانونيين ولكن بشرط أنه يكون عندهم كذلك تكوين موجودة موجود في بلدنا هذا التكوين ويكون على مستوى كذلك محامين ديزابوكا يكونوا ثانيك فورمي يعني متكونين في مجال في مجال هذه الإشكالات الموجودة في العمل القطاع الصحة ترجمة نانسي قنقر